موسيقى 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 من تأكلون وتكملون أكيد تحتاجون حل من هذه مسموه جامع اسكندرباشا نحن ليش نشجع على استثمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عباس من شركة فروج العقارية في محافظة طرابزون واليوم إن شاء الله راح نسوي لكم تخطية كاملة عن مركز المدينة أو الميدان الآن نحن موجودين وسط ميدان طرابزون وهذا نحن عندك تمثال أثاثور ورح نشرح لكم أكثر عن المطاعم اللي ممكن تزوروها والمطاعم الدبست يعني موسيقى طبعا هذه الساحة تشوقوها قدامكم ما كانت موجودة قبل 2011 كانت عبارة عن حديقة وأشجار فتشي مهمل تقريبا بس وراء 2011 صارت هذه الساحة الحلوة الموجودة قدامكم لأنفازة طرابزون باستضافة أولمبيات الشباب لعام 2011 موسيقى طبعا هنا مثل ما تشوفون أكو ورايا صار مطعم جميل أسطى مطعم جدا ممتاز لابد أن يكون في مقدمة قائمة المطاعم اللي راح تزوروها بالميدان هنا على اليمين راح يصير عندكم مؤمن المطاعم مثل سرايا العثمانيين مطعم طنظوني هم لابد أنه تجربوه طبعا مثل ما تشوفون صار وراي هنا كافي كامبني مطعم مشهور ومحترم وجدا ممتاز للعوائل هناك جلسات كثيرة وأكيد راح تأخذ راح تكفي من تاكلون وتكملون أكيد تحتاجون حلع هنا لازم تروح الحلويات حافظ أحمد زادة جدا ممتاز هسا تشوفوا هذا المحل الأسود صار وراي خلني نلقي بكم نظرة وهمنا أكل إحنا من عنده ونجربه ضلوا ويانا موسيقى طبعا بمناسبة عزيمة عباس ليه على هالحلال طيب والشاي التركي أحبينا نشارككم هالمعلومة نوعا ما حلوة الشعب التركي سنويا يستهلك ما يعادل 35 كيلو للفرد شاي سنويا هذا الشي ما شاء الله جبار هم يعتبرون الشعب أول أو الثاني بعد الصين أو الله أعلم يشربون الشاي بهذه الكمية ما شاء الله عليهم شايهم وحلاهم وعافية ترسل جامع اسكندرباشا من الجوامع العريقة اللي موجودة بمركز طرابزون وطبعا بمصلة للنساء ومصلة للرجال وسموه جامع اسكندرباشا لأن كانت في قديم الزوان والي اسمه اسكندرباشا اللي موجود بريحة بالقرب من الجامع طبعا أزون دقاق بمعنى الشارع الطويل أكيد من راح تدخل راح يكون عندك مطعم كاتيك جدا ممتازة الشاورما ما تلابد أن تجربها من هنا عندك الأوسي وكيكي إذا تتقدم هنا عندك ماركت دي فاكتو وفي ماركات كتيرا بعد باقتصار مستحيل توصل بالمحافظة الطرابزون والماركت لما تتمشي به الشارع الخلوعات شارع البنوك طبعا هنا عندك بدايته مكدونالدز وعندك مننا برغر كينج هنا عندك محل مع الصرافة مثلا دولار ليرا دينار ريال سعودي كله لا تحير تقدر تصرفه هناك مجموعة من محلات الصرافة طبعا هو من اسمه شارع البنوك يحتوى على بنك كويت تورك ايش بنك موجودهم؟ زراعات بنك مجموعة كثيرة من البنوك لا تحير باختصار هنا كله متوفر خليكم ويانا سوق البازار من اقدم اسواق نحافظة طرابزون جدا جدا ممتاز للتسوق باختصار لازم تجيب الحرمة لهنا كل شي يحبوه يلقو هنا من تحفيات وملابس وهاي الاشياء ويتجي شوارع ضيقة بها طعم عربي طبعا اعزائي مثل ما تشوفون الان احنا موجودين عند ساحل الميدان واخيرا وليس اخرا طبعا احنا ليش نشجع على استثمار بمحافظة طرابزون بالذار لو تلقي نظره عن محافظة طرابزون قبل خمس ست سنوات راح تشوف تقدم جدا جدا ممتاز من ناحية البنية التحتية من ناحية فتح الشوارع من ناحية بناء المشاريع هذا يخلق بيئة جدا ممتازة للمستثمر فضلا وليس امرا يارات تشتركوا ايانا بالقناة او تنطينا سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديو اول باول وان شاء الله ما اخذنا من وقتكم وهوايا وحياكم الله مع السلامة اشتركوا في القناة